أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس تاريق الملة أن تطبيق آليات جديدة غير تقليدية قد سهم في تشجيع وزيادة الاستثمارات في مجال البحث والاستكشفات وأكذلك تنمية الحقول للمكتشفات جاء ذلك خلال رئاسة الوزير للجمعية العامة لإحدى شركات البترول لاعتماد الموازنة التخططية لـ 2019-2020 حيث شدد الملة على أن التزام مصر وانتظامها في سداد مستحقات الشركاء الأجانب الشهرية وخفض المدينيات المتراكمة من سنوات سابقة إلى أدنى مستوى لها كان من ضمن العوامل الرئيسية التي ساهمت في تحقيق زيادة في إنتاج البترول والغاز